إلا الراتب فالراتب حياة هذه العبارة التي اختزلت المعاناة الحياتية لليمنيين كانت عنوان اللقاء التشاوري للأكاديميين نقابة أعضاء هيئة التدريس أبرز حالة احتجاجية تشهدها صنعاء التي تعيش يوميات السخط الشعبي المتنامي بسبب عدم صرف المرتبات من قبل الميليشيا التي تسيطر على الدولة والعاصمة والموارد تداعية أزمة الرواتب في مناطق سيطرة الميليشيا تتضاعف كل يوم والمأساة الاجتماعية تتسع لتشمل العديد من الأسر التي تعيش على الراتب خصوصا في تلك البيوت التي لا تخرج أخبارها من الجدران الأربعة يقول بعض السكان لقناة بلقيس إن الميليشيا قامت بملاحقة المحتجين والمطالبين بصرف رواتبهم واختطافهم إلى جهات مجهولة وهو قول عززه ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن ميليشيا الحوثي فرقت تظاهرة في ميدان التحرير وأطلقت الرصاص الحي في الجو كما اعتقلت أمس عشرة أشخاص على الأقل اقتيدوا إلى مكان مجهول وبالرغم من ذلك فإن حالة من الغليان والسخط الشعبي التي بدأت في جامعة صنعاء وبعض شوارعها تأخذ مجرى تصعيديا على مستوى موظفي الدولة أبرزها إعلان نادي القضاة بدأ تنظيم حركة احتجاجية لمنتسبي السلطة القضائية ردا على الاعتداءات التي يتعرض لها أعضاء السلك القضائي من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وفيما ينتظر الشارع اليمني ببالغ الصبر انفراج أزمة الرواتب يظل السخط الشعبية ضاعف والميليشيا تتوعد بإسكات أصوات المطالبة الشعبية فهل تقيد بندقية المشرف فيضان الغضب وسخط الجوع